طيب نتكلم بقى على ما حدث في اللحظات الأخيرة في موسم الانتقالات الصيفية في مصر مع زملنا وصدقنا العزيز المميز دوماً محمود الشاكر محمود مشرف ومنور كالعاد حبيبي يا كريم أخبرك يا كله زيب وكالعاد الشاكر ربنا يخليك نتعلم منك حبيبي الحمد لله كله كويس إيه أخسر ما لفت نظرك في سوق الانتقالات بشكل عام وبعد كان نتكلم على اللحظات الأخيرة اللي لفت نظري بشكل عام هو أن النادي الأهلي ونادي الزمالك بس للحد قبل من ساعتين ثلاثة أننا ما تجروش في حتة الفلوس الكتيرة اللي بتتدفع كريم كلنا شفنا أرقام مبالغ فيها بشكل كبير جداً وأرقام تتدفع في اللعيبة أنا آسف ما حدش فيهم أصلاً بلعب في المنتخب ولا أصلاً أساسي ولا احتياطي ولا بنضم أصلاً فمنشوف أرقام كبيرة جداً جداً يعني على سبيل المثال طبعاً لعيبة كبيرة صلاح محسن ومحمد عنطر أكتر اثنين لعيبة ولعوا الماركت قبل كده من فترة كبيرة جداً ولكن ما بناش شوف الأرقام دي شفنا النادي الأهلي بدأ يبص لبرة ويجيب لعيبة من برة والنادي الأهلي برضو الحاجات اللي كانت غريبة بالنسبة لي هو ما جابش لعيبة كتيرة ولكن هو جاب لعيبة على قد النادي الزمالك عمل ممتدى في الدقائق الأخيرة وفي الساعات الأخيرة عمل كومباك بصفقتين من أقوى الصفقات اللي ممكن يكون انضموا النادي الزمالك يمكن يكون عشان احنا شفناهم قبل كده صفقتين مهمين جداً نادي الزمالك مصطفى الشلبي وعمر السيسي لعيبة كانت برزة وملفتة للنظر بشكل كبير جداً السنة دي كان معاهم لعيبة كتير شادي حسين وجون إيبوكا ولكن هما اتنين لعيبة هيلة جداً ولعيبة نادي الزمالك نجح بشكل كبير جداً في إبرام الصفقتين دول عشان هما هيعوضوا بشكل كبير مشكلتين موجودين عند نادي الزمالك لو هنتكلم مثلاً على مصطفى الشلبي النادي الزمالك عنده مشكلة من بعد رحيل أشرف بن شرقي وممكن الناس ما حسيتش بالكلام ده كله إن الزمالك كان حسم الدوري وكان خلاص كل حاجة خلصت ولكن في أول مباراة كانت كبيرة مثلاً لنادي الزمالك أمام الهلال شفنا إن رجل ما كانش عنده أوبشنز رجل اضطر إنه لعب شي كبالا على ناحية اليمين ولغى زيزو ناود ده ناحية تانية ونفس الكلام مباراة مبارح الكمباكت اللي كان عامله الفريق اللي كان بلعب الزمالك معنى فريق متواضع جداً ولكن كان فيه مشكلة فأشرف بن شرقي كان دايماً بيحل المشاكل دي ليه مصطفى شلبي واحد من أقوى الصفقات اللي بنتكلم عليها مصطفى شلبي هتقول لي يا كريم طب ما الناس لسه جاب إبراهيم أنضاي إبراهيم أنضاي راجل برضو وينجليفت ولعيب كويس شفناه في ودي ديجلة وجاي الزمالك ولعيب من اللعيبة البروميسنج جداً ولكن يا كريم إبراهيم أنضاي مختلف تماماً عن مصطفى شلبي قلنا إن إبراهيم أنضاي أقوى حاجة ممكن تاخدها منه في نادي الزمالك هو حاجة الأولية لو نادي الزمالك مثلاً بيلعب هم وقوي في مباراة الزهاب أو مباراة خارج الأرض للزمالك بنشوف إن الراجل ده ممكن يستغل السرعات بتاعته في التحولات يتقصون هم بيوحي تكمل الساحات في الدفاع مش تاكد تولد دفاعي واو يا كريم برضو لو نادي الزمالك أحرز هدف وظروف المباراة لعب عليه كومباكت الراجل ده ممكن يفرق بشكل كبير جداً ودي كانت مستو أصلاً في ودي دجلة طبعاً مع التطور لمدرب قوي جداً زي فريرة دي بقى مصطفى شلبي مختلف عن مختلف عن إبراهيم أنضاي حاجات كتيرة جداً مصطفى شلبي من اللعيبة القليلة اللي موجودة في مصر اللي هيقدر يعمل الدريبل من السبات واحد على واحد راجل بيلعب بيمينه وبيلعب بشماله بيقدر يعمل الأوفر بيمينه بشماله بنفس المهارة وبنفس بالزبط القوة حاجة تانية راجل مميز جداً 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 على الخط في المساحات الصغيرة بيقدر يعدي بشكل كبير جداً راجل عنده ميزة مش موجودة في وينجات كتير يا كريم وهي أن الراجل ده بيلعب بدماغه كويس نادر أولى بمشوف وينجي بيلعب بدماغه كويس راجل جايم أكتر من ثلاث أو أربع هداف السنة دي في الدولي بدماغه راجل أجريسف جداً على الجوم بيحب يخش جوه الثمانتاشر والراجل بيصيب دايماً الباكل لجنبه شوفنا ماران داود نضم المنتخب مصر بسبب الدبل باس اللي كان بيحصل دايماً ما بينه مهم الاثنين على الطرف الشمال عاوزين نتكلم في حاجة كريم أنا سيبتك تقول كل المميزات آه لسه كنت عاوز أقولك الضربات الحرة مباشرة ولينا طبعاً في جن محمد الشناوي خير دليل راجل متميز وهو اللي بيشوت برضو ضربات الجزاء هو المسدد الأول ضربات الجزاء فهو لعيب يا كريم تدري تقول بشبه متكامل مش هيخدها من زيزو ضربات الجزاء أكيد مش هيخدها فيش حد يخدها من زيزو في مصر بصراحة ولكن هي قصة كلها يا كريم إنه هو لعيب بروفايل بتاعه مختلف تماماً عن نادي عن إبراهيم أرضاي وشبهة بن شارئي زي موكرناتك مصطفى الشلبي لو هنقول مصطفى الشلبي بيحب يلعب فين أو الطريقة اللي ممكن يستغل بها مصطفى الشلبي من الناس اللي بتحب دايماً تلعب على الخط في الحتة دي كلها ودايماً بيزيد معه المفروض اللي هيكون فتوح لو الزمالك بيلعب ثلاثة أربعة ثلاثة هتبقى دي أفضل طريقة ممكن تقول لمصطفى الشلبي بسبب موجود أحمد فتوح اللي عنده مهارة كبيرة جداً في المساحات الصغيرة مقطعة سريعة رئيس هو بعدد لعيب الوسط اللي جابه من نادي الزمالك في الفترة دي اعتقد انه فريرة هيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة انا اعتقد كده وهو حاول يجربها وانا بقول انه كان الأدوات اللي كانت عنده السنة اللي فاتت هو دايماً يا كريم كان بيلعب في المتشاط بيبددي ثلاثة أربعة ثلاثة وبيغير الطريقة ساعات أربعة ثلاثة ثلاثة وساعات خمسة أربعة واحد هو ليه تغيرات في الجده بس اعتقد انه باللعيبة اللي جابها دي عندك دونجة وعمر السيسي وعندك امام عشور وعمر جابر وروقة وفيه برضو سيف فاروق جعفر وفيه لعيبة كتيرة جداً في وسط الملعب ولكن زي ما بنقول هنكلم الأول هنا عن البورجة كده فبتكلم بقولك ان مصطفى الشلبي بيحب دايماً يلعب على الخط مميزاته ان هو راجل مش دايماً بيحب يخش الملعب مسلاً لو الكرة مع مصطفى الشلبي هنا ما بيحبش يخش دايماً دايماً بيحاول يا رب من الطرف على الخط اللي عيبة هو بيلعب برجلي اليمين ولكن بيبع عنده مهارة كبيرة جداً يا كريم وأكتر حتة بيتميز فيها مصطفى الشلبي هنا لحتة دي حتة بالزبط اللي عند الزاوية دي الزاوية 90 دي من 18 هنا وما بين خط الركنية مهما كانت المساحة صغيرة ومهما كانت المسافة صغيرة ومهما كان عليه خناء كبير جداً الراجل بيقدر يتعامل وهنشوف ده في الحالات بيقدر يتعامل بقوة كبيرة جداً 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 يقدر يعد من أي حد ميزة تانية في الراجل إن الراجل برضو مش بيلعب بس على الخط الراجل برضو بيلعب انسايد وينجر ولكن 60-70 في 100 من الكور اللي بيحب يروح بيا دائماً بيحب يروح على الخط وبيطلع معالباكي إلا الراجل دائماً بيعد من على الخط ويعمل الأوفر يا بيمينه يا بيشماله للفرود اللي موجود جوه التمتاشر إيه برضو كمان بميزات مصطفى الشلبي إنه هو راجل زي ما قلنا بيحب يلعب بدماغه فدائماً الكورة لو موجودة في الحيطة دي من الله يا مصطفى الشلبي بيخش جوه منطقة الجزاء عشان يلعب كور بدماغه طيب دلوقتي يا كريم هنتكلم على مصطفى الشلبي لعيب عنده 27 سنة لعيب ده من أربع سنين بالزبط كان بيلعب في مركز شبابة مركز شبابة كريم في 2018 الرجل راح في فريق درجة ثالثة وبعدين نادي أمبي خده من درجة ثالثة لعبه من موسم اللي فات موسم كان كويس بس ما كانش زي الموسم ده نادي أمبي طبعاً من النوادي الهيلة في انتقاء اللعبين فمصطفى الشلبي صدقة هيبقى مهمة جداً لنادي الزمالك وعاوزين نشوف الأرقام بتاعة مصطفى شلبي ونشوف برضو الرجل ده عمل إيه السنة اللي فاتت راجل اللعب إجمالي أرقام مصطفى شلبي في الدوري العام المصري لعب 58 مباراة ما بين السيزن ده وما بين السيزن اللي فات لعب 57 مباراة في الدوري ومباراة واحدة بس في كاس مصر موسم بقى خلينا المهمة عندنا اللي هو الموسم اللي قبل اللي فات اللي هو 2020-2021 راجل اللعب 26 مباراة سجل هدفين فقط وصنع هدف واحد فقط شوف بقى مدى التطور بس ده السنة قبل فات شوف مدى التطور بتاعه للموسم اللي بعده راجل اللعب في موسم اللي فات لعب 32 مباراة تقريبا 95% من إجمال المباراة اللي تلعب سجل 11 هدف وصنع 2 هاي أرقامه كويسة جدا تطور بتاعه بشكل كبير جدا اللعب يجي من تنفسية مختلفة تماما ويخش في طريقه بعدين يا كريم فيه عنده ميزة كبيرة جدا الراجل عنده ثقة في نفسه بشكل كبير أبرز مباراة اللي لعبها السنة دي قدام الأهلي وقدام الزمالك وقدام بيرامدز قوي جدا 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 في الواحد على واحد وده اللي هنشوفه في الحالات نخش في الحالات يا جلال لعيب مهم لعيب مهم جدا باحترم اللعيب كمان نادرا في مصر لما تلاقي لعيبة بص يا كريم هنا مثلا مباراة الزمالك المباراة الأبرز من الآخر اللي كل الناس عرفته فيها شوف هنا الكرة على الشمال هنا هو بص يا كريم واحد على واحد حمزة المسلوسي بيعد منه وبيلم بص يا كريم هو بيلعب بيمينه وبشمله وبيقدر يقف برجله ويمينه وبشمله والجن ده بتاع فوزي كان جميل يده ده مبارات النادي الاهلي بص برضو الراجل دايما بيحب يروح فينا كريم بيحب يروح دايما على الخط بص برضو هيروح واحد على واحد ويدوم الجوة وزي بقولك وبيلعب بيشوت بيمينه وبيشوت بشمله وبيعمل كل حاجة برضو نفس الكلام هنا زي ما بقولك ان انت الباك اللي بيلعب جنبه دايما بص يا كريم بيخش عنده مهارة بلعب النادي الاهلي بيخش وسط 3-4 ما عندوش اي مشكلة برضو مبارات النادي الاسماعيلي بص يا كريم دي الحتة اللي انا بقولك عليها هو دايما واقف في الحتة دي يقدر ان هو يعمل الدريبل ويقدر يعدي ويقدر يعمل احاج بص هنا برضو يا كريم نفس الكلام الراجل بيخش لجوة الملعب وبيباصي حل كبير جدا 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 ليه هيبقى النادي الزمالك ستايل لعبه هنا برضو بص يا كريم بيلعب بدماغه هو بيوجه صح يعني هو طالع في الجمب جمب بتاعه عالي وبيوجه الكرة صح اللي مش مجرد بس يلعبه في الجون برضو نفس الكلام هنا بص يا كريم واحد على واحد هيعدي وبيلم الطريقة اللي بتاعته المعروفة على طول بيلم بشماله وبيرفع بيمينه ولا كأن فيه اي حاجة نقف هنا لحظة معلش نقف هنا لحظة معلش نرجع برضو نرجع جلال معلش لحظة ورا شوية نرجع بقى ورا شوية كمان كمان بص يا كريم هنا الكرة قطعت ودي ميزة من ميزات اللي موجودة قلنا في إبراهيم عن ضيوية لكن برضو موجودة عند مصطفى الشلبي أول ما الكرة قطعت عاوزك تبص على الاسبرينت اللي هو في المصطفى الأول اللي معاك doppصة كرة على طول ب אي بوك نكمل الكرة يلا أول ما تلاعد اقعوزك تبص عليها كريم اللي لابس زين زياني محارة بص 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 هو بيجري بيجري ورا فين براي audi برضو على الخط هو عاشق نوhões hơn telah دي كلها. الحتة بتاعته. هو يقدر يطلع منها ويخش منها ويعمل اوفرات ويباصي ويكات انسايد. ويعمل كل اللي هو. عاو سوشوف برضو يا كريم. هنا نكمل نكمل صورة بصراعتها العادية. بص يا كريم هنا. ياخد ضربة جزاء. حل كبير جدا 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 لنادي الزمالك هنا برضو نفس الكلام. بقعد واحد على واحد. سرعة مهارة. ما فيش عنده اي مشكلة في اي حاجة. والراجل دايما زي ما بقولك بيقطع اللي برا. ويوم لعب الاوفر. فكرة انه بيلعب بشمله يومينه دي مميزة جدا وبتخدع اي مدافع. جدا جدا يا كريم. وبيجيب جوانبي بص يا كريم. دايما الحتة دي اللي انا قلتلك عليها اللي هي عند التمنتاشر في الحتة دي هي حتته. هو مش فارق معاه خالص اي مشكلة عنده. لو في زحمة. هنا برضو مبارات بيراميدز. هنشوف برضو مدى قوته. بلاعب بيراميدز لعيبة كبيرة. بلاعب الاهلي بلاعب الزمالك. ما عندوش اي مشكلة هيعدي من اي حد عنده الثقة في نفسه بشكل كبير. بص يا كريم هنا. الراجل بيعدي من احمد فتح العيب كبير برضو في وسط الزحمة. فهو عنده الثقة وعنده البوتينشل. وراجل هيفيد بشكل كبير جدا جدا. النادي. الزمالك نشوف برضو هنا الكورة دي. دي في ماتش بيراميدز برضو. عاوزين نبص على الحالة اللي بعدها عاوز اكلمك على ان الراجل ده ينفع فريرة في ايه. نشوف الحالات الضغط. نشوف الراجل ده يا كريم بينفع فق. الراجل ده من مميزاته الكبيرة جدا جدا جدا. ان الراجل ده ما عندوش اي مشكلة في الضغط في التلت الامامي للفريق اللي بيلعبه ده. بص هنا يا كريم قوة الضغط. يعني انت هتلعب ضغط عالي هتلعب اي لاين. الراجل ده يفيدك بشكل كبير جدا جدا جدا. نشوف الحالة اللي بعدها برضو. هتشوف هنا يا الراجل الكرة هنا بتتقطع هتتقطع من من امبي وعاوزك تتفرج عليه. بص هنا. هو ده. هو ده. الكرة لا الكرة قطعت. بص 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 قوة الضغط. بص بص. ما فيش. ما فيش هو بياخدوا الكرة. وبرضو خلق فرصة من لشيء. وبيعرز الهدف جون ابوكا. برضو هنا الحالة بتانية بص بيضغط على النادي الاهلي. بص 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 يا كريم. ما فيش خالص. قوة كبيرة جدا 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 في الضغط. متميز فيه بشكل كبير جدا. انا عاوزين برضو نشوف بقى اهداف الراجل ده. ونشوف الراجل ده ممكن يفيد نادي الزمالك في اهدافه. زي ما قلنا هو راجل ممتع بشكل كبير جدا في الكور السابتة. نشوف هنا يا كريم. كورة بتلاعب هنا. الاوفر بتلاعب من العجوز. والراجل بشماله وهو ايمن. بص الراجل اللي عبها وكورة متعرابة وكورة طايرة. من كل كورات اللي انت جبتها شماله ويمينه. شماله ويمينه ما عندوش اي مشكلة في اي حاجة. اكتر لعيب شبيه لبنشرق بشكل كبير جدا. وهقولك ميزة الراجل ده. لنادي الزمالك ايه يا كريم. ميزة الراجل ده. نوقف لحظة معلش. شبيه بن شارك. غير نوع شبيه بن شارك. مباراة انا عاوز ابتدي مباراة مباراة. مباراة مباراة فريقا بتلاقي بكمباكت عن زمالك. زمالك ما كانش لاقي حلول بشكل كبير. الناس كانت بوقفة في التلت الملعب بتاعها ما طلعتش من قدام التمنتاشر. بدايقين المساحات بشكل كبير جدا. كان دي كانت ممكن تكون مشكلة عند ابراهيم انضاي. ولكن الموضوع ده مع مصطفى الشالبي. في المساحات الصغيرة زي ما اتكلمنا. قبل كده يا كريم هو الوحيد اللي يقدر يفك التلاصم بتاعة الكمباكت وبتاعة المساحات الصغيرة. وكلام ده كله بمهارته. راجل بيقدر يعدي من واحد واثنين وثلاثة في مساحات صغيرة جدا. ومع وجود واحد زي يزيده برضو ساعات بزيزه بيخش جوة 18 مع وجود الجزيري. هيفرق بشكل جبير جدا. بس اللي ممكن يتقلق مع سامسون اللي هو سامسون اللعيب الجديد اللي نادي الزمال الجابه. نشوف برضو هنا يا كريم زي ما قلنا هو متماس جدا في الدربات الحورة مباشرة ودربات الجزاء. هو المسدد الاول لدربات الجزاء. نشوف برضو هنا بيحرز آآ هدف من ضربة جزاء. نشوف برضو الجون اللي بعده. برضو تاني من ضربة جزاء. هو المسدد الاول لدربات الجزاء. وهنجيب طبعا الجون اللي احرازه في النادي اه الاهلي اه. على طول دي ضرب الجزاء. دي ضرب الجزاء. ماشي. هنا قص يا كريم. اه. راجل بيلعب بدماغه ولا احسن فروت. معينه وينج. قالت لي انت اقول لي كده مين وينج في مصر دلوقتي يا كريم بيقدر يخش يلعب بدماغه بالقوة دي. وقول لي مين وينج في مصر دلوقتي عنده المهارة من السبات. ان واحد على واحد اقدر اعدي. كل اللاعيبة بتبقى جاية بسرعتها بوشها عاوزة تعدي بفنت بتاعه. صح. الراجل ما عندوش اي مشكلة خلص انه يقعد. بص الجندة. وطبعا من احلى الاهداف اللي جات السنة دي في الدول المصري. وفي حارس كبير جدا 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 جدا. محمد الشناوي. بيحرز هدف رائع. الراجل اه ما بيفرقش معاه خلص بيلعب قدام اهلي وزمالك عنده شخصية كريم. لعيب عنده شخصية والحاجات دي بيتبين. واللعيب الحريفة كريم بيبين في المطشطة الكبيرة. اللعيب الحريف في ساعات بيجي في المطشطة الكبيرة بيتخد او بيخاف يعدي واحدة على واحد. طبعا من اول واحدة راجل ما بيفرقش مع اي حاجة بيلعب بيلعب دايما على الحتة الشمال دي وبيعدي من اي حد وبيرقص اي حد. ده بالنسبة لمصطفى شلفي. مصطفى شلفي. اه. طيب. دلوقتي اتفضل قولي. عمر السيسي. عمر السيسي. عمر السيسي من لعيبة لعيبت الواصل كنت مع كابتل حسن مصطفى مبرح واحد من اسماك كبيرة. اه طبعا. مرمى منتخم مصر وانادي الالي وانادي الزمالك. اي لما كنت بالقصده لما كان هو مشاعد مدارب مع كابتل حسن. لعيب سريع جدا. بيجري كتير جدا. وبالتكلم بتاعه قوي جدا. وبيعرف اسطفى السكرة. مجهوده كبير. يعني بيقولي انا كنت بقعد على الدكة بقولي السلام له والله عبده معايا. فهو بيقولي مجهوده وفير جدا. ده حقيقي. اللعيب طريحامد طريحامد طبعا في حيطة تانية خالص. ولكن في مشكلة عند نص ملعب النادي الزمالك. مين اللعيب الاجريسف رقم ستة اللي يقدر يقطع في نص ملعب نادي الزمالك. روقة مش روقة. مش زكريا الوردي. دونجا الى حد ما. ومعاهم امام عشور. ولكن دونجا لعيب رقم ستة صرف ممكن ما يطلعش ما يطلعش منه. ما يطلعش منه الحاجات الحلوة. الاشيب باس اللونج باس. الحاجات دي كلها الحلوة واحد واحد. الراجل ده عنده مميزات كتيرة جدا جدا جدا. اول حاجة هو زي بيقولك عنده سلاس رئات. الراجل مجهوده وافر بشكل كبير جدا. بيلعب يا كريم بقى فين. يعني مسلا لو هنقول. لو هنقول ان ده. ازا ماكي لو اربعة ثلاثة. مسلا. انا عاوز اتكلم ان هو راجل بيلعب فروم بوكس. الراجل بيلعب دوس يا كريم. اي لقيب نص ملعب ببواقف هنا. يا مسلا لو الباك لو الباك طلع فهو بيحاول يغطي على الباك. لو الباك ده كمان طلع بيحاول يجي يغطي على الباك. او لو بيلعبوا اتنين في حص الملعب بيدبادلوا الادوار ان واحد يقف هنا وواحد بيزيد هنا. ولكن الراجل دايما بيلعب. فروم بوكس. من التمنتاشر للتمنتاشر. دايما بيبقى موجود على حدود التمنتاشر يا كريم. علشان خطر هو مهارته كويسة جدا. بالكرة ومن غير كرة. من غير كرة ازاي نشوف الحالات الراجل. نشوف برضو بالحالات. يلا. نشي نستعرض بس ارقام الاول بتاعة عمر السيسي. عمر السيسي لعب مية خمسة وعشرين مباراة في الدوري المصري. هو بيلعب بقى كتير وكان بيلعب برضو في الجوم المستقبل لما كانوا موجودين في دوري المتاز. لعب مية وطمانتاشر مباراة في الدوري. وفي كاس مصر ست مبارات. وكاس السوبر مباراة واحدة اللي يدروا يتغلبوا بيه على النادي الاهلي لما خدوا كاس سوبر السنة اللي فات. موسم الفين واحد وعشرين الفين اتن وعشرين. وده اللي يهمنا الموسم اللي. خلالي نلاقيب تلاتة وتلاتين مباراة باجمالي يعني ممكن تقول خمسة وتسعين في مية من مباراة النادي طلاق الجيش. سجل تلات هداف. وصنع هدفين. وعاو زقف عند البطاقات الصفرة. لعيب بتاعه كتير جدا. صح. واجريسوف بشكل كبير جدا. ورغم كده يا كريم انذاراته مش كتير. صح. انذاراته مش كتير. مرحوظة مهمة. بالزبط وهنشوف دلوقتي. يعني دخولاته مش عنيفة. مش عنيفة. قوية. قوية. والراجل يعني اربع اربع انذارات. للعيب وسط ملعب. اجريسوف. ولعيب بيقطع. ولعيب قوي في وسط ملعب. واربع انذارات فقط. فده انا شايفه بالنجاح. بالنسبة ان هو يعني بيقدر ان هو ما يخدش. نخش على القطات. نخش على القطات. نجيب الاول الاهداف بتاعته. وعاوز اتكلم في حاجة على. نشوف مثلا الجن ده كريم. هو جاء احرص ثلاث اهداف. الجن ده. هو اللي هيجيله كرة دلوقتي عمر السيسي قنبلة من. هايلة. تعتبر بعد نص ملعب شوية لعيب عنده. الحتة دي اللي موجودة في امام عشور فقط في نص ملعب. نادي الزمالك دونجا موجودة عنده. ولكن لسه ما شفناش دونجا. بقى الاهداف اللي جابها يا كريم. ضربات جزاء. وعاوز اتكلم عن ضربات الجزاء شوية. هو بلعبها بطريقة. تعارف طريق جورجينيو. اللي هو يجي ويقف ويملعب الكرة بالطريقة دي. ثقة كبيرة جدا 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 عنده. بالظبط. وعلى فكرة يا كريم جاب واحدة زي دي في الشناوي في آآ آآ مبارات السوبر اللي كانت ما بين النادي العالي ونادي طلاعي جيش. بص الثقة يا كريم. لعبها مرتين على اليمين في المرة التالتة. بص هنا برضو. العب على الشمال بالزبط كده. العبها مرتين في اليمين لعبها في تالتة على الشمال. عاوز اشوف بقى. مين هشد دربات جزائب. حظوهم برضو وحش انه في زيزو. ما فيش حد هيقرب من جنب زيزو بصراحة. هو يستاهل يعني. زيزو بصراحة رقم واحد في مصر. نشوف بقى لقطات الراجل. بص بقى كريم قوة الراجل. هو بص بص هنا ضغط بشكل كبير جدا جدا. هتلاقيه في كل حتة في الملعب على مهلنا شوية. بص بص بص. الضغط عليه عليه. ما فيش اي مشاكل خلاص بيقدر يطلع بالكرة. بص المهارة بتاعته. مين لعيب في مصر يقدر الالعب بدور رقم ستة ورقم تمانية عنده المقاومات دي يا كريم مش لك كتير. نشوف هنا بص برضو مهارته الراجل بيعدي بمنتهى الخفة ومنتهى الحرفانة بيعدي. بص برضو يا كريم انت واخب بالك هو موجود فين? هو موجود في كل حتة في الملعب. مه. ودايما بيحب يميل ناحية الناحية الشمال. بص يا كريم بص الضغط بص الضغط رهيب بشكل كبير جدا. كورنر قطع الكرة بوز الهجمة بشكل كبير جدا. هو شوف تدخلاته يعني عنيفة جدا من غير ما يعمل اي فاولات ولا اي حاجة. بص يا كريم انا شوف ما فيش معينه قصير في قامة ولكن قوي جدا جدا جدا. نشوف برضو هنا تاني الراجل بيقدر انه هو حل حل النادي الزمالك هيكون حل النادي الزمالك. صح. في وسط الملعب عنده عنده يعني مرونة اكتكاة بشكل كبير جدا. صح. يقدر يلعب. صح. في حتة كريء كتير او. محمود شرفته ونورته دايما بستمتع جدا معاك والنهاردة قلت ان حاجات عظيمة جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا. دايما الوقت معاك بيخلص زي السلوخ. زي السلوخ والله. شكرا.